معنا سيد السفير نصر كامل سفير مصر في بريطانيا سيد السفير مساء الخير أهلاً أستاذ خاري أهلاً بحضرتك عارف أنك مشغول كتير وعندك مهام جسيمة هل يمكن أن تطمئن الشعب المصري على زيارة السيد الرئيس؟ ماذا حدث اليوم؟ ماذا في جدولي غدا؟ طلقت الزيارة اليوم بوصول طبعاً السيد الرئيس بسلامة الله إلى بريطانيا وبدأت اجتماعاته استهلها باستماع مع أحد أكبر تنبيخ في استثمار العالمية أكتس والذي كان لهم شرف إدلاغ السيد الرئيس أنه تقرر بشكل نهايي عند ضخه في السوق المصري 350 مليون دولار لإنشاء محصة بطاقة الرياح وصمأنه السيد الرئيس على حجم استثماراتهم الحالية في السوق المصري والتي تتعدى النصف مليار دولار وأن هناك استثمار قادم في خلال باوعة أسابيع ب150 مليون دولار وهذا صندوق متخصص للتعامل مع الاستوديات البازغة وأكدوا للسيد الرئيس أن مصر أحد أكبر الدول أو أفضل الدول من حيث ربعية لرأس المال الأجنبي في المستوات الملكي هذا استقبل السيد الرئيس رئيس مؤسسة البنية الأساسية البريطانية وهو من أشرف على إعداد الخطة الوطنية البريطانية لتحديث بنيتها الأساسية وكان لها دور معروف ومشهور في إعداد بريطانيا لإستقبال دورة الألعاب الأولمبية عرض على السيد الرئيس النهج البريطاني في تحديث البنية الأساسية والسمع لما عرض السيد الرئيس اتصالا بخطاتنا الطموح لتحديث البنية والارتباط بين تحديث البنية وجزء الاستثمار الأجنبي وأعطاء دفعة للموه الاتصال لأن البنية الأساسية ليست شكل مستقل بذاته وإنما جزء من منصومة كاملة الانطلاق نحو ومستقبل أفضل في المساء بعد هذا استقبل السيد الرئيس رئيس مجلس ودارة شركة بريتش في السولين وهي أكبر مستثلة في قطاع النفط والغاز في مصر وقد أعلنت بالفعل عن استثمار 12 مليار دولار خلال مؤتمر شرم الشيخ ثم أبلغوا السيد الرئيس اليوم عن نيتهم استثمار 2 مليار دولار إضافية السوق المصري لتطوير حق غرب الدينتا وتحدثوا عن الإمكانيات الوعدة لهذا القطاع في مصر وأن معدلات اتخراج الغاز المكتشف بالفعل تتم بشكل سريع للغاية وأنهم سيسبقون الموعد الذي كان مقررا لإنتاج الغاز وهو 2018 بحيش يبدأ إنتاج الغاز في مطلع عام 2017 بإذنه سيادة السفير النهاردة الحكومة البريطانية تحدثت عن معلومات عن سقوط الطائرة الروسية في مصر وقالت أنها أوقفت الرحلات من شرم الشيخ إلى بريطانيا لحين وصول خبراء بريطانيين كيف استقبلتم هذا النبأ وماذا يعني بالنسبة لنا الشق الأول لما ذكرته يعني أنا من منطلق مهاني كثير أعتبر أنه غير موفق على الإطلاق لأنه استباق النتائج نعم والفروب بتطور عندما تقوم لجنة محايدة مكونة من أربع دول من بينها دولتين أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى نصر وروسيا والسباق الأحداث والإعلان أن هناك أو أن أحد الاحتمالات قد تكون هذا أو ذات أنا بتقديري كانت خطوة غير موفقة من الجانب البريطاني أضيف على هذا القرار البريطاني ليس وقف الرحلات عشان نكون مضحين القرار البريطاني هو تأجيل انطلاق رحلاتهم من العائدة اليوم من شرم الشيخ للقاهرة انتظارا لوصول المجموعة الفرنسيق المصر الجيطانية في مجال الأمن ليه يعني الاسمئنان لسلامة الإجراءات المستبعة بتأمين هذه الرحلات وهذا سيجري وتقديري أنه بمجرد استجلاء الطبيعة الحازمة والفعالة للإجراءات الأمنية المصرية في مطار شرم الشيخ ستسفقنا في هذه الرحلات اعتبارها من مساء اليوم أو الصباح الغد هذا ما أأمله وأتمنى هل في أي رسائل حضرتك بتقوم بتوصلها أو بنقلها إلى الجانب البريطاني في هذا الشأن؟ لم نتوقف أن يصبح رسائل وتلاقي بتصريحات واتصالات مع كافة الأجهزة البيطانية أمنية وزارة الدفاع مجلس المزراء أنا هنا في بريطانيا ومعي الدولة المصرية والدولة المصرية أيضا في حالة التواصل مع الحكومة البريطانية وغدا للقاء الهام بين السيد الرئيس ورئيس البراء البريطاني والحوار المستمتين بشكرة جدا السيد السفير ناصر كامل سفير ناصر في بريطانيا